انا مش هتكلم ومش هعلق على اللي حصل في المؤتمر او اجابات مارس الكولر بس انا بفرج مع حضراتكم دلوقتي على المؤتمر وباسمع كلام مارس الكولر بصراحة اشفقت على الراجل جدا جدا هتقول لي اشفقت عليه يا كريم عشان ضغط المباريات مش دي الحكاية خلاص دي بايت قديم اشفقت عليه لي مثلا عشان عنده فاينال بكرة في بطولة مهمة بطولة السوبة الابطال طبيعية هيبقى عنده فاينال وهم واخد على كده مع النادي القلي انا اشفقت عليه عشان في البرنامج هنا تقريبا بقى كل يوم عندي سيجمنت كده او فاقرة لمارس الكولر في مؤتمر صحفي الراجل المدرب الكبير قوي ده بقى مضطر مضطر طول الوقت بيطلع في المؤتمرات الصحفية يتكلم مش مقصوب يعني هو عشان بيلعب مباريات كتيرة جدا متقربة جدا فاحنا بقى نشوف مارس الكولر كل يوم بيتكلم لدرجة انا في المقابل يعني باشفق على زملاء الصحفيين هيسألوا يقول له ايه جديد يعني الصحفي دايما المجتهد بيحاول ايه وهو رايح مؤتمر صحفي يفكر في سؤال حلو يفكر في سؤال فيه خصة يتعامل منها موضوع لطيف هيسأله يقول له ايه ما هو هيسأله عن الارهاق هيسأله عن ضغط المباريات هيسأله عن اصابات الفريق هي دي الأسئلة اللي هسأل مارس الكولر الوقت هقول له ايه ما فيش فالراجل طبيعي يكون شاطر قوي في التدريب هو ما كانش عامل حسابه انه هو بيدرب كل يوم هيطلع يتكلم انا على فكرة مش انا هنا ما بنتقدش حاجة انا هنا بس اشتفهمني صح انا هنا بشفق على الراجل مباريات كتير قوي المفوض يشتغل فيها كتير قوي في نفس الوقت يشتغل كلام كتير قوي ومضطر هو كمان تبقى اجاباتهم مكررة هيعمل ايه يعني حد يسأله عن الارهاق فيقول او الله احنا مرهقين جدا وفي ضغط المباريات وفي لعيبة بتتصاب وفي لعيبة عندها إصابات عضلية وفي لعيبة عندها كدمات واحنا ما بناخدش المخاطرة واحنا بنلعب لعيبة وفي لعيبة بتتغير كل المباريات عشان الضغط المباريات هو هو وبرضو بصراحة يعني الاهلي ثلاث مباريات كسعالم هم مباراتين سوبر قبلوهم دوري افريقيا ودوري مصري ودوري ابطال افريقيا وكس سوبر وكلها مؤتمرات قبلوا بعد كتير كتير ايه بشفق على راجل عشان مش شغلانته يا شغلانته انه يدرب بس هيا ما هو لازم برضو يطلع يتكلم يعني هيا ما فيه مباراة يبقى حالك بتطلع عبلاها وبعدها طيب ده فيما يخص مارس الكولر